أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون هذا وأوضح توزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص بحوزته مليون وأربعمائة ألف دولار وعدد من العملات الأجنبية المختلفة ومحفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصد دولارية رقمية ولابتوب وهاتف محمول وعقود شراء عقارات هذا وتقدر القيمة المالية للمضبطات بحوالي 130 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية